اشتركوا في القناة تفاصيل كتيرة ايجابية اولا حصلت اهداف ممتازة جدا ثانيا استعادت سقط عدد من اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الامس كانوا بعديل لفترة طويلة عن المباريات رابعا تصد محمد الشناوي لضربة جزافي توقيت مهم جدا لمحمد الشناوي في الفترة دي بعد عودته من الاصابة والفترة الطويلة اللي كان بعيد فيها عن المشاركة في المباريات الاهداف اللي قدامنا على الشاشة هدف طاهر محمد طاهر في البداية في ديئة 12 ثم هدف عمر السلية في ديئة 34 وهدف محمد عبد المنعن بالتخصص في ديئة 38 ثم هدف وسام ابو علي في ديئة 90 زائد 3 دقائق وقت بدل ضعادية 93 يعني وكان بتمريرة رائعة جدا من طاهر محمد دطاهر ضمن طبع الأهداف على الشاشة الأهداف متميزة جدا والجميل في الأهداف توقيتاتها التلات أهداف في أول نص ساعة وده شيء كويس جدا وإيجابي جدا وده هدف السلية بقول لحضراتكم الميزة مبارح كان في استعادة ثقة لعدد كبير من اللعيبة منهم السلية هدف السلية في الداخلية ما ننساش التوقيت اللي أحرص فيه السلية هدف زي ده كان مهم جدا هدف السلية بالأمس في طلاع الجيش مركة محمد عبد المنعن وتسجيله في المكان ده تحديدا عبد المنعن في المكان ده لما بيحرز هدف بيفكرنا كده بصوالاته وجولاته في مباراة الرجاء المغربي مباراة الوداد المغربي أهدافه في الفرق العربية في النهايات الإفريقية في السنوات الأخيرة وشايفين طبعا احتفال اللعيبة مع محمد عبد المنع احتفال يعني قاوي شوية بس أكيد اللعيبة فرحانة مبسوطة بالأداء وبالنتيجة مشاركة خلق عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن مبارح شيء إيجابي جدا إنك تلعب التسعين دقيقة وإنت بتريح عناصر عديدة ما بتشاركش أو ما لعبتش مباراة مبارح رغم أنك بتشارك بشكل أساسي يعني مبارح طاهر نقدر نقول مبارح لعب فترة كبيرة جدا في المباراة يعني مبارح لو نبص على التاغيرات خرج منع والشحات ومراوان عطية وأكرم توفيق وعمر السلية طاهر مبارح خادت تسعين دقيقة ولما جاد ضرب الجزاء كولر هو اللي قال خلي طاهر يشوت عايز تديله الثقة من تاني عمر السلية لما جاب جن في الداخلية مبارح بمشاركته لغاية الدقيقة بصوا في الدقيقة كام يعني مبارح السلية خارج في الدقيقة 75 75 دقيقة بيشارك فيها السلية من أول التشكيل الأساسي لغاية لما خرج في الربع ساعة الأخيرة دي ثقة الهدف التالي بيحرزه دي ثقة لما ينزل كريم ندفد لما ينزل محمد مجد أفشا لما يحتفظ بإمام عشور على دكة البودلاء وما يدفعش بيه في المباراة كلها كل دي حاجات إيجابية كولر عايز يوصل بها رسائل للعيبة قبل الجماهير لنخد بالكو كمان كولر عايز يقول للناس يا جماعة أنا الجاهز اللي عندي هو اللي بلعب به الجاهز اللي عندي هو اللي بلعب به ولو في لعيب مستوى قل شوية يريح وينزل لعيب تاني ياخد الفرصة ده شيء كويس جدا وده اللي احنا عايزينه دايما من مرسل كولر للفترة اللي جاء ما فيش حد كبير على المشاركة بشكل أساسي كنا لس شايفين دلوقتي محمد الشناوي الكلينشيت وبيتساوى مع الكابتن أحمد شبير كل المباراة اللي لعيبها حوالي 100 حاجة و30 مباراة كلينشيت شايفين تصدي الشناوي أنا بقول لكم التصدي ده ورقلة الجزاء دي هتبقى نقطة فارقة للشناوي في المرحلة دي على فكرة الشناوي يا جماعة مش في مجال التقييم ولكن حارس مرمى كبير لما بيكون راجع من فترة إصابة طويلة وفي منافسة قوية على حراسة يعني مركز حراسة المرمى في الأهلي الأمر بيبقى السهل فالشناوي بقى راح تصدى لضرب الجزاء في توقيت مهم جدا كان في سنة بقى المشهد يكمل ويكون فيه هدف لطاهر محمد طاهر بخلاف الهدف اللي أحرازه في ديئة 12 ولكن برضه هو كمان تميز يعني كان ممكن يتميز في إحراز ركل الجزاء مهم جدا على حساب طلاق الجيش النهاردة مباراة طلاق الجيش لسه في مباراة تانية مع طلاق الجيش وهتكون بعد مباراة الداخلية اللي جاي هنلعب مطش الداخلية يوم الخميس بعدها هتكون في مباراة تانية مع طلاق الجيش الموجلة عشان بعد كده نخش على مباراة بيرامدز يوم 12 ويوم 22 وطبعا ما بينهم هيكون فيه مباراة يوم 16 طبعا بيرامدز مش هيلاعب الاهلي إلا يوم 22 ويوم 12 هل عنده في العشر تيام دول أي مباراة تانية لا مفيش عشان تعرفوا بس مدى العدالة والمنافسة اللي الناس بتتكلم عليها واني تعجلات الاهلي دي تيجي في صلاح الاهلي التعجلات دي جاي في صلاح بيرامدز هيلاعب الاهلي يوم 12 ويوم 22 عشر تيام راحة والفريق اللي هيوجه في المنافسة على بطل الدوري عنده مباراة يوم 16 فتعرفوا وتشوفوا دلوقتي لما تشوفوا جدول الدوري والموعيد بتتحطي ازاي وان المعجلات دي ما بتخدمش الاهلي بالعكس بتضر النادي الاهلي وبتضر الاهلي ليه؟ لان الاهلي نجح السنادي على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي مقابل فرق خرجت مبكرا ولكن بتقدم لها حاجات اجابية كتير في مواعيد جدول الدوري يعني وفي الاخر الناس برضو مش عاجبها وبتقول احنا بنتظلم عموما الاهلي ازاي بيستعد لمواجهة الداخلية وكيف استفاد كولر من مباراة طلاقع الجيش الاهلي بالمناسبة عنده دلوقتي 51 نقطة والبيرامدز عنده 62 نقطة الفارق بيتقلص ل11 نقطة وعدد المباراة المؤجلة حاليا اربع مباراة لسه ماتش النهاردة مع اسموحها لما نشوف الوقت المتبقي النتيجة تخلص على ايه؟ اللايحة بتقول الماتش يتعاد اللايحة بتقول ماتش بيرامدز واسموحها يتعاد ولكن حصل مكس كده ما باللايحة الربطة مع لايحة الفيفا وفي الاخر الماتش هيستكمل وبرضو الناس مش عاجبها وبتقولك احنا بننزله عموما نروح دلوقتي نتطمن ونشوف الاهم الفارق بيستعد ازاي للمرحلة الجاية ماتش الداخلية ازاي استفاد كولر من ماتش طلاقع الجيش اشتركوا في القناة